مباشرة من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا كاتب والمحل السياسي أحمد صبري سيد أحمد أهلا بك إلى نشرتنا تنديد محلي ودولي واسع من المستفيد من اغتيال دكتور شامل هاشر برأيك المستفيدون من هذا التحدي الثاني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هم حقيقة كثيرون خصوصا الذين يعتقدون أنه ربما له علاقة مع الولايات المتحدة ربما ينفذ أجندة أمريكية ولكن بالأحوال كافة أن المستفيد الأكبر هم قادة الميليشيات الذين يعتبرون أن الهاشمي ربما أخذ على عاتقه تضييق الخناء على حصر السلاح بيد الدولة خصوصا أنه الخطاب الأول أكد على هيبة الدولة ولكن هيبة هذه الدولة نراها قد تسقط أحيانا وقد تترنح بفعل بفعل السلاح وبفعل الضغوط التي تمارس على الكاظمي أستاذ أحمد دكتور هشام الهاشمي رحمه الله كانت قد أعد تقريرا قبل أسبوع تقريبا ستة أيام تقرير حول إعادة هيكلة أو هيكلية منظومة الحجد الشعبي وصنف الفصائل الموالية لإيران وأسماها وحددها أو فصل بينها أو بين الفصائل التي تتبع ربما لسلطة أو قبضة القائد العام للقوات المسلحة هل تعتقد أن هذا ربما سببا كافيا؟ إذا أردنا لا نريد أن نسوق لتهمات هنا ولكن هل ربما سبب كافي؟ قبل أن أجيب على هذا التساؤل كثيرا ما نقل عن الهاشم أنه يتلقى كثير من التهديدات وحدد هذه التهديدات من هي الجهة وحددها بحزب الله بتقديري أن ما جرى وما يتداول حول هذا الموضوع الهاشمي كان قريبا من الجماعات الجهادية سابقا وله معلومات واتصالات كثيرة بمراكز الأبحاث وأيضا بكثير من الجماعات المسلحة هو يعرف كثيرا أسرار وتوجهات هذه الجماعات ولهذا حدد هذه التفاصيل ووضع حقيقة وضع أسماء وجهات في صدارة هذه الجماعات خصوصا حزب الله والأعزاب الموالية لإيران بتقدير ما جرى اليوم وقبل ذلك في الدورة هو الاختبار الثاني للكاظمي الذي يريد أن يفرض سيطرة الدولة ولكن بتقديري الانطباع السائد هنا أن السلاح المنفلد هو الذي يهيمن على الشارع العراقي هو الذي يقلق العراقيين ومن دون موقف قوي واضح ربما لا يستطيع الكاظمي الاستمرار في ضبط الأمن وإعادة هيبة الدولة إلى الشارع أستاذ أحمد أنت أشرت إلى موضوع مهم فرض السيطر من قبل الكاظمي قلت ربما لن يستطيع لكن السؤال هو ماذا يعني فتح لجنة تحقيقية يعني شاهدنا حوادث اغتيال صحفي أحمد عبدالصمد وغيره من الشباب المغدورين ما الذي قدمته اللجان التحقيقية السابقة حتى تقدمه هذه اللجنة التحقيقية برأيك نعم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة للنظر بحوادث الاختيالات خلال الأعوام الماضية هي بمثابة خلال الأشهر والأسابع الماضي إذا أردنا نتحدث ليس فقط العوام الماضية عبر أي عمل إرهابي لأسابع الماء نعم نعم لأسابع قصوصا شهداء الحراك الشعبي الذي يقدرون بالمئات هذه اللجان لم تتوصل إلى أي نتيجة وسجلت كل هذه الأعمال ضد مجهول لذلك الرأي العام أو الشارع العراقي لا يعول كثيرا على نتائج هذه الجهات لأن الجهات المنفذة لهذه العمليات هي الآن أقوى من الدولة بأقل من دقيقة أستاذ أحمد سفير البريطانية وما أمس نعم صرح في تغريدة على تويتر وقال أنه يجب على الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة الجنات هل سيتدخل المجتمع الدولي ربما لملاحقة هذه المجامعة المسلحة مساعدة الحكومة هل ستقبل الحكومة ربما باعتبار أن هناك فصائل المسلحة تسيطر على القرار السياسي العراقي نعم هذا الموضوع ربما يحتاج إلى موافقة الحكومة أولا إذا تطلب تدخل الدولي في التحقيق وأيضا عبر البرلمان نعرف البرلمان تسيطر عليه الأحزاب الموالية لإيران وبالتالي فأن هذا الموضوع ربما يتعرض إلى كثير من الاعتراضات خصوصا أن هذه القوى التي حقيقة تناصب الكاظم العداء ترفض أي تدخل خارجي فيما يتعلق بالشأن العراقي وهنا نعرف هذا الموقف عندما يؤكدون وبإستمرار على ضرورة إخراج ورحيل القوات الأمريكية في العراق هذا المنطق ربما لا يساعد على التحقيق أو الإسراع في القفض على الجنات لأن هؤلاء أو هذه اللجان سجلت كل هذه الأحداث من دون نتائج ملموسة تسوق هؤلاء إلى قفص الاتهام مباشرة من العاصمة الأدنية عمان الكاتب والمحل السياسي أحمد صبري شكرا جزيلا لك سيدي